شارك النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن التنصيقية شارك في مؤتمر مجتمع المخاطر والتضامن الإنساني العربي الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية في العاصمة اللبنانية بيروت لمدة ثلاثة أيام وشارك في المؤتمر على مداري الأيام الثلاثة مفكرون وخبراء من مختلف الدول العربية كما حضر عدد كبير من المثقفين والمفكرين والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في إطار برنامج الحوار العربي العربي واختتم المؤتمر بندوة عن التعليم في الوطن العربي شارك فيها الدكتور عباس الحلبي وزير التربية وتعليم العالي في لبنان